في إطار التوجه العالمي للتقليل من نسبة التلوث والتي تؤثر بشكل سلبي متزايد على البيئة كان التوجه لاستخدام الزراعة العضوية استجابة للضرر البيئي الناجم عن استخدام المبيدات الكيميائية المستخدمة في الزراعة التقليدية تعرف الزراعة العضوية على أنها نظام لزراعة النباتات دون الحاجة إلى استخدام الأسمدة الزراعية الصناعية والمبيدات الكيميائية حيث يتم استخدام الأسمدة البايلوجية من خلال بقايا المخلفات الحيوانية والنباتية أما الزراعة التقليدية فهي الطريقة التي تناقض الزراعة العضوية فهي تستخدم المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والأسمدة في زراعة المنتجات للاستهلاك البشري والحيوانية وهناك العديد من الفوائد للزراعة العضوية منها المحافظة على التنوع البايلوجي في الأراضي الزراعية والتقليل من التلوث البيئي كذلك تعد أكثر صحة فهي غير معدلة وراثيا وتنمو بطريقة مفيدة فضلا عن التقليل من استخدام مصادر الوقود الأحفوري أو الطاقة غير المتجددة وقد بدأت فكرة الزراعة العضوية في وسط أوروبا والهند مع بداية القرن العشرين ثم انتشرت عالميا انتشارا كبيرا في مختلف قارات العالم ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية بلغت المساحات المنذر عضويا في العالم بأكثر من 44 مليون هكتار وجنت مبيعاتها أكثر من 70 مليار يورو وستتوقعات أن تزداد المبيعات لتصل إلى 100 مليار يورو خلال الأعوام القادمة وتعد مصر الدولة العربية الأولى التي أدخلت الزراعة العضوية عام 1977 وفي منطقة المغرب العربي تتركز الزراعة العضوية في تونس والجزائر والمغرب حيث تعرف هناك باسم الفلاحة البايلوجية وفي منطقة الخليج العربي تأتي الصعودية في صدارة المشهد تليها الإمارات ثم بفالخ كبير يأتي العراق وسلطنة عمان ولكن رغم ذلك هناك العديد من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية أبرزها انخفاض كمية المنتجات التي يتم الحصول عليها وارتفاع تكلفة شراء المنتجات العضوية كذلك ارتفاع تكاليف إصدار شهادات اعتماد المنتجات العضوية فضلا عن تغير المناخ وما قد يسببه من مشكلة في الاستدامة الاقتصادية للزراعة العضوية